مكاسب للأسهم الأمريكية في آخر جلسة قبل انطلاق السباق الرئاسي وروسيا تبحث مع شركاتها تمديد تخفيضات إنتاج النفط بعد رأس السنة مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية أنا لارة حبيب نبدأ مشاهدين بإلقاء نظرة على الأسواق الأمريكية فبعد التراجعات على مدار الأسبوع الماضي لاحظوا الاجتفاعات القوية للأسواق الأمريكية مؤشر داوت جونز يضيف 2% ولا سنبيب 1.8% من الارتفاع قبل يوم واحد من الانتخابات الأمريكية لا ننسى بأنه في الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن تراجعات ليس فقط في الأسواق الأمريكية بل أيضا في الأسواق العالمية نتيجة لعودة الإغلاقات في عدد من الدول الأوروبية وبالتالي هناك مخاوف من أن ذلك سوف يؤثر بالطبع على سرعة التعافي الاقتصادي أضف إليها موضوع عدم تمرير حزمة تحفيز في الولايات المتحدة قبل الانتخابات هذا أمر أثر بشكل سلبي ولكن قبل يوم من الانتخابات الأمريكية لاحظوا الارتداد القوي الذي نرىه لا ننسى بأن هذه الارتفاعات أيضا تأتي مدعومة بأرقام اقتصادية إيجابية أرقام البي ام اي من الصين وكذلك من أوروبا أتت إيجابية وهذا كذلك ينعكس بشكل إيجابي على المؤشرات والعملات الدولار اندكس يسجل ارتفاع محدود بصفر فاصل واحد في المئة اليورو على تراجع والباوند أيضا على تراجع بأربعة عشر بالمئة أكيد بريطانيا فرضت مرة أخرى إغلاق شبه تام للبلاد وهذا يثير مخاوف من عودة الركود القوي للاقتصاد البريطاني اشتركوا في القناة من جهة أخرى صدرت بيانات إيجابية من آسيا كما تحدثنا حيث سجل القطاع الصناعي الصيني نموا لشهر السادس على التوالي في أكتوبر مع استمرار إشارات تعافي الاقتصاد الصيني من أزمة جائحة كورونا حيث ارتفع مؤشر كايتشين ماركت لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 53.60 نقطة في شهر أكتوبر وهو أعلى معدل منذ تسع سنوات وليفوق التوقعات بتجيل المؤشر لـ 53 نقطة ها هي الإغلاقات للأسواق الأساوية أكيد تفعلت بشكل إيجابي مع أرقام الـ PMI الإيجابية من الصين ورأينا ارتفاعات إذن فيها وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من دبي رامي أبو زيد مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets رامي أهلا وسهلا بك أكيد كلنا بدنا نعرف ردة فعل الأسواق على نتائج هذه الانتخابات أبدأ من أسواق العملات والدولار تحديدا ربما أكيد نحن بانتظار اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع ربما لا نتوقع أي إجراءات من قبل الفيدرالي ولكن إلى أي مدى نتائج الانتخابات برأيك سوف تؤثر على قرار الفيدرالي وربما سوف نرى إجراءات جديدة ليس في هذا الاجتماع بل باجتماع ديسمبر صحيح بداية طبعا شكرا على الاستضافة الاجتماع المرتقب للفيدرالي هذا الأسبوع أعتقد أنه اجتماع من نوعية التمهل والانتظار خاصة أننا نرى قراءات إيجابية للغاية من مؤشرات الاقتصادية في أولاد المتحدة الأمريكية رأينا طبعا نتج المحل الإجمالي في أولاد المتحدة الأمريكية يسجل رقم قياسي رأينا كذلك اليوم مؤشر معهد مديري المشتريات للتصنيع يأتي أيضا أفضل بكثير من التوقعات أعتقد أن الفيدرالي في هذه المرحلة سيتمهل وسينتظر وسيعول على القراءات أو التحسن المستمر في قراءات المؤشرات الاقتصادية لكي يقيم الموقف في الأشهر اللاحقة خصوصا في اجتماع ديسمبر المقبل وأعتقد أن التركيز الأساسي الآن هو على الانتخابات الأمريكية ونتائجها وإذا كانت ستأتي بأغلبية ديمقراطية في الكونغرس والسيناترز كذلك تمهد الطريق لإقرار حزمة تحفيز اقتصادي كبيرة من قبل الحكومة الأمريكية المنتخبة الجديدة أو سيستمر الوضع على ما هو عليه واستمر الرئيس دونالد ترامب في الرئاسة وفي المقابل ربما نرى تأجهات أخرى والمزيد من الشد والجلب في ملفات مثل التجارة وغيرها من هذه الأمور برامي دعني أتوقف عند عدة أمور ذكرتها أول شيء يجب أن نشير أنه بالفعل هناك بعض الأرقام الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخرا ولكن يجب الإشارة أيضا أنه عندنا أرقام الوظائف في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لشهر أكتوبر لشهر سبتمبر كنا شفنا بعض التباطئ بهذه الأرقام بالتالي من المهم مراقبة هذه الأرقام هذا الشهر في موضوع خطة التحفيز الديمقراطيون بدون خطة تحفيز أكبر من الجمهوريين ماذا يعني ذلك برأيك في حال سيناريو فوز بايدن مثلا ماذا يعني ذلك بالنسبة لأسواق الأسهم وبالنسبة للدولار الأمريكي لأن أسواق الأسهم صحيح أنه لست ترحب بخطة تحفيز أكبر ولكن من ناحية أخرى يجب الإشارة هنا بأنه بايدن بده يرفع الضرائب على الشركات صحيح صحيح هو الإشارة إلى ما طرحه بايدن بالنسبة للضرائب أو رفع الضريبة يجب أن نتحدث هنا عن صقف الضريبة هو يتحدث عن الأجور أو الدخل أعلى من 400 ألف دولار وأيضا يطرح في ذات الأمر إزاحة أو إزالة التاكس التي تدفع للولايات أو الستي تاكس فأعتقد أن الأمرين سيمحوا كل منهم الآخر فالتأثيرهم في أغلب أدرسات التي نشرت في هذا الشأن توضح أن في الغالب لن يضيف أعباء ضريبية جديدة على الممولين وفي النهاية أعتقد أن الأسواق ستهتم بشكل كبير بحزمة التحفيز ربما المخاوف من بعض القطاعات على الاقتصاد مثل قطاع الطاقة بطبيعته يتحدث دائما عن إيقاف الاعتماد بشكل كبير على الطاقة أو الطاقة الأحفورية أو الوقود الحفوري وتاجه إلى الطاقة النظيفة وأعتقد ذلك سيؤثر على قطاع مهم مثل قطاعات الطاقة في الوقت المتحدة الأمريكية ولكن بشكل إجمالي الوضع حتى اللحظة سيتوقف على وجود كونغرس يدعم هذه القطة أو لا ففوز بايدن واحده لن يؤمن إقرار مثل هذه خطة التحفيزة التي تم طرحها مقابل سواء بـ 2.2 تريليون دولار أو أكثر من ذلك شكرا لك رامي أبو زيد مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets شكرا جزيلا لك ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء نقلا عن مصادر أن كبار مديري شركات النفط الروسية ناقشوا مع وزير الطاقة أليكسندر نوفاك تمديدا محتملا لتخفيضات إنتاج النفط الحالية لتشمل الربع الأول من عام 2021 وقالت انترفاكس نقلا عن أحد المصادر أن شركات النفط تحبذ تمديدا للتخفيضات القائمة خلال الربع الأول من العام 2021 بدلا من زيادة حجم التخفيضات ويسري حاليا اتفاق بين دول أوبيك بلاس لخفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا ويفترد تقليص التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يوميا في مطلع العام المقبل وتعد هذه أول إشارة روسية إلى احتمال تمديد التخفيضات الحالية وأسعار النفط كان عليها ضغط مشاهدين خاصة في ظل أخبار عودة الإغلاقات في بعض الدول الأوروبية وهذا ما كان يؤدي إلى تراجعات بالإضافة إلى زيادة الإمدادات مرة أخرى من ليبيا ربما هذه الأخبار الآن الواردة إذن تخفف من الضغط على أسعار النفط وقفة مع فاصل نتابع من بعده أيضا في الأسواق العربية السوق السعودية تستعيد مستوى الثمانية ألاف نقطة أهلا وسهلا بكم من جديد في السعودية أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإصدار الثاني من برنامج حماية الأجور عبر منصة مدد الذي يهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بالشكل الأمثل ووجهت الوزارة المنشآت بالتسجيل في منصة مدد على أن تكون الواجهة الرسمية للبرنامج انطلاقا من اليوم كما عملت الوزارة على تطوير النظام لتمكين المنشآت من رفع ملفات الأجور بسهولة وفي مقابلة سابقة أكد سطام الحاربي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن عدد المنشآت المنضوية في منصة مدد سيرتفع إلى 600 ألف الشهر المقبل وأشار إلى أن المنصة ستحسن بيئة سوق العمل وستحد من المنازعات برنامج حماية الأجور صدر تقريبا من عام 2013 وطبق على مراحل 17 مرحلة المراحل السابقة كانت على المنشآت الكبيرة وكان الجناء فيها يمكن قادرين المنشآت التعامل معها عن طريق مراجعة البنك وتحويل الرواتب وثم رفع الملفات في حماية الأجور الخطوة التي تمت الآن تم الربط مع البنوك المصرفي البنوك والمصارف وهذا يعطي رقابة أسرع وإجراءات أسهل بحيث المصاحب العمل يقوم بتحويل الرواتب والمنصة ترصد مباشرة مدى انتزام المنشآة عن طريق الربط الإلكتروني مع المصارف والبنوك أيضا المنصة تقدم خدمة إضافية وهي خدمة إدارة الرواتب وهذه فيها ميزة إضافية لمنشآت إقطاع الخاص تخفف من التكاليف الإدارية بحيث المصاحب العمل بإمكانه تحويل رواتب مرضفين عن طريق هذه المنصة تقوم نيابة عنه بكافة الأعمال الإدارية والمالية وعمليات الحسومات ويقوم بصرف الرواتب نيابة عنه ومراقبة وتمكنه من الاتزام ببرنامج حماية الأجور مما يمكنه أيضا من رفع بيئة العمل عنده يكون أيضا مؤشر تضامن منشآة مؤشر مرتفع متميز كم عدد المنشآت الموجودة حاليا على المنصة وكم نتوقعه أن يرتفع بعد المرحلة المقبلة التي تدع من أول من ديسمبر والتي تضم أيضا منشآت عند خمسة موظفين وأقل نحن حتى الآن غطينا المنشآت التي لديها خمسة عمال في أكثر وهذه تقريبا 200 ألف منشآة المنشآت المتبقية وهي 400 ألف منشآة هذه سيتم تطبيق القرار عليها في 1 ديسمبر فبمشآة الله نهاية عام 2020 سيكون لدينا جميع المنشآت العاملة في أبطال خاص أي أن كان عدد العاملية لديها وهي أجمالي 600 ألف يتم تحويل جور جميع العاملين عن طريق هذه المنصة وهذا يمكننا بمشآة الله برفع كفاة سوق العمل مراقبة العمليات الحد من الخلافات العمالية اليوم إن شاء الله بعد ما تكتمل هذه المنصة وتكتمل عمليات رفع المنشآت ستقل عدد الخلافات العمالية والقضايا لأن الأمر سيكون واضح الأجر موثق عن طريق البنك إذا تأخر صاحب العمل عن طريق أن دفع الأجر ستتدخل وزارة باشرة ومتابعة سباب التأخر فإن شاء الله ينعكس إيجابا على سوق العمل وكفاة هذا السوق ورفع جاذبيته للعاملين والعاملين سواء المواطنين وإيضا للقضاءات العالمية اشتركوا في القناة مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم سجل ارتفاعات قوية 2% من المكاسب وتخطى مستويات الثمانية ألاف نقطة تأتي هذه الارتفاعات على رغم من التراجعات التي تسجل بأسعار النفط اليوم نجحت مجموعة الأعمال السعودية في مساعيها لتكون الأكثر شمولا على الإطلاق وقد رفعت 25 توصية لإيقادة دول مجموعة العسكة شملت مواضيع متعددة لنتابع خلال الأشهر القليلة الماضية تعاملت مجموعة الأعمال السعودية مع قدر كبير من عدم اليقين بسبب تدعية جائحة كورونا على معظم دول العالم وأدركت المجموعة أهمية رسم مسار للتعافي من هذه الأزمة الاستثنائية ولذلك جعلتها من أبرز أهدافها التي تتطلب العمل والتعاون من الجميع لإتاحة الفرصة المناسبة للاقتصادات العالمية لإعادة البناء بشكل أفضل وبطريقة أكثر شمولا واستدامة من هذا المنطلق أصدرت فرق وعمل مجموعة الأعمال السعودية أحد عشر تقريرا وعشرة خطبات مشتركة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة بين مارس وسبتمبر كما ناقشت فرق العمل العديد من المواضيع إلى جانب جائحة فيروس كورونا المستجد شملت الاقتصاد الرقمي والعمالة والمهارات ومكافحة الفساد وتمويل التجارة وتغير المناخ والتعليم كذلك أصدرت تقريرين الأول معني بتطوير توصيات بسياسات متعلقة بفايروس كورونا والثاني عبارة عن وثيقة حول سياسات سلاسل القيمة العالمية وانتلاقا من شعارها لهذا العام التحول من أجل النمو الشامل تم تطوير التوصيات الخاصة بمجموعة الأعمال السعودية من خلال عملية تعاونية وشفافة شارك فيها جميع أعضاء فرق العمل ومجلس الأعمال وتم التوصل إلى اتفاق النهائي بين الأعضاء حول 25 توصية قابلة للتنفيذ رفعات لقادة مجموعة العشرين بمشاركة جميع الشركاء الأساسيين الجدير بالذكر أن مجموعة الأعمال السعودية الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين عقدت قمة افتراضية يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من أكتوبر بحضور أكثر من ثمانية ألاف مشارك وثلاثة ملايين مشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبصفتها أول قمة للأعمال تعقد في المنطقة نجحت مجموعة الأعمال السعودية في مساعيها لتكون الأكثر شمولا على الإطلاق وسهمت في منح فرصة حقيقية للشركات والقادة السعوديين للعمل بشكل وثيق مع نظرائهم على مستوى العالم من أجل سياغة حلول لتحديات المستقبل في مقابلة سابقة أكدت محلل الاقتصاد الكل في برايم القابدة مونة بدير أن العاملين الأكثر دعما للجنيه المصري استمرار التدفقات الأجنبية والتحويلات العاملين في الخارج والتي أتت فوق التوقعات خلينا نقول العامل الأهم اللي يساعد قوة الجنيه أو يساعد الجنيه على الاستمرار في قوته أمام الدولار هو تدفقات الأجنب في أدوات الدين المحلية اللي احنا شفناها بتتعافى سريعا مع منتصف جنيه أو في آخر جولاي التدفقات دي لازال أو مستقبلا لازالت مستقبلا لازالت يعني خلينا نقول مستقبلها لازال داعم للجنيه لأنه العائد على الأدوات دي لازال تنافسي وحركة الجنيه نفسه مطمئنة للاستثمار في الأدوات دي من الناحية الثانية عندي تحويلات المصريين العاملين في الخارج اللي احنا هنقول أنها لازالت قوية لازالت أو خلينا نقول خارج التوقعات في الربع الأخير لكن خلينا متفقين أنه على أرض الواقع ما نقدرش نراهن على أنه تحويلات العاملين في الخارج هتفضل بهذه القوة لسبب بسيط جدا نحن نتكلم على أنه 70% من العاملين في الخارج من مصر في الدول الخليج العربي والجي سي سي كونتريز والجي سي كونتريز نهيكي على أنها تصارع مع أسعار البترول المنخفضة هي أيضا تأخذ معركة شرسة مع التباطؤ الاقتصادي مشاهدينا للقناترة أمام آخر ساعة للدولار مقابل جنيه المصري مرتفع اليوم الدولار بـ 0.2% ولكن منذ بداية العام فيه تراجعات بأكثر من 2% نظرة على أداءه منذ مطلع العام غير متوفرة الأرقام ولكن هذه أرقام بالطبع المؤشرات المصرية اليوم كلها تنهي الجلسة على تراجع لنعود لنلقي نظرة على أرقام تراجعات الجنيه المصري مقابل الدولار مقابل جنيه المصري تراجعاتها فوق 2% هذه هي منذ مطلع العام استقرت الليرة التركية قرب المستوى القياسي المنخفض الذي سجلته أمام دولار خلال تدولات اليوم الاثنين مع استمرار تدعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على الاقتصاد وخزرت العملة التركية 30% من قيمتها منذ بداية العام الجاري كما سجلت عشرة أسابيع متتالية من الخسائر في أطول سلسلة للتراجعات منذ 21 عام وها هي إذن أداء الدولار مقابل الليرة على ارتفاع بـ 18% أخبار مهمة نسمعها من عمان التي تخطط لفرض ضرائب على الدخل في العام 2022 لتصبح أول دولة خليجية تقوم بفرض هذا النوع من الضريبة وبحسب تصريحات لوزير المالية خلال استعراض الخطة الاقتصادية 20-24 من المتوقع أن يتم فرض هذه الضريبة على الأفراد ذوي الدخل المرتفع دون تحديد تفاصيل إضافية أضف الوزير أن المبادرة بفرض ضريبة الدخل مازالت قيد الدراسة حيث تخطط السلطنة لإيجاد طرق لتنويع الاقتصاد وقد قامت بإقرار فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على أن تدخل حيث التنفيذ ابتداء من أبريل من العام المقبل في الإمارات وقعت كل من أبوظبي والخرطوم على مذكرة تفاهم لإنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 500 ميجاوات في السودان ومن المتوقع أن تقوم شركة خاصة إماراتية ببناء وإدارة المحطة لمدة 20 عام بحسب بيان وزارة الطاقة السودانية وبالإضافة إلى ذلك سيتم توفير الدعم لتدريب الكوادر السودانية خلال فترة إدارة المشروع على أن تلتزم السودان بشراء الطاقة من المحطة بأسعار تفضيلية إلى نتائج الشركات الإماراتية حيث تضعفت الأرباح الفصلية لشركة إشراق للاستثمار بأكثر من 6 مرات لتصل إلى 23 مليون درهم أرجعت الشركة ارتفاع أرباحية إلى تسجيل أرباح من التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية بقيمة 24 مليون درهم في المقابل انخفضت إرادات الشركة الفصلية بنسبة 23% لتصل إلى 4 مليون درهم وارتفعت الخسائل متراكمة للشركة بنهاية الربع الثالث لتقارب المليار درهم ما تمثل 43% من رأس مالها ونلقي نظرة على سهم إشراق إذن في جلسة اليوم كان مرتفع بـ 2% تقريبا مجاهدين تصريحات لنائب وزير النفط الروسي تصدر منذ قليل حيث قال نائب وزير الطاقة الروسي أن بلاده لن تعلق على الإجراء المستقبلي لأوبك بلاس قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في نوفمبر وقال أن وضع سوق النفط سيعتمد على كيفية رد فعل الدول تجاه جائحة كورونا بالطبع تأتي هذه التصريحات بعد أخبار أوردناها في مطلع هذه النشرة الأخبار تتحدث بأن روسيا تتحدث مع الشركات النفطية حول إمكانية تمديد إذن الاتفاق الحالي لأوبك بلاس إلى ما بعد شهر ديسمبر ومن دون إجراء أو زيادة على التخفضات الحالية في الختام مشاهدين لنذكر بأداء مؤشرات الخليج قبل أن نختم ارتفاعات جماعية كما تلاحظون في كل الأسواق نهاية الأسواق العربية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر